لمن لا يعرف هذا الرجل هو أحمد التنطاوي النائب السابق في البرلمان المصري والرئيس السابق لحزب الكرامة المصري التنطاوي غادر مصر وفقاً لوسائل الإعلام في أغسطس آب الماضي إلى العاصمة اللبنانية بيروت لأسباب غير معروفة بالتحديد ولكن تقارير تواثرت بأنه سافر لغرض الدراسة ولكن في مارس آذار الماضي خلال شهر رمضان كتب التنطاوي على صفحته منشوراً جلب إليه أنظار الكثيرين قال فيه إنه يفتقد الوطن وأضاف أعود إليه بإذن الله يوم السبت السادس من مايو أيار على طائرة مصر للطيران القادمة من بيروت والتي تصل إلى مطار القاهرة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً لأقوم بواجبي في تقديم البديل المدني الديمقراطي الذي تحتاج إليه مصر ويقدر عليه شعبها العظيم إذن التنطاوي أعلن عن ترشحه للرئاسة في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل وعاد التنطاوي الشهر الماضي بمنشوراً على صفحته يؤكد فيه عودته السبت السادس من مايو وترشحه لانتخابات الرئاسة بشكل صريح ويقول إن نيتي القاطعة وعزمي الأكيد على خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024 تبقى قائمة إذا لم أمنع بصورة مباشرة بين قوسين أن يأتي يوم فتح باب الترشح وأنا حي وحر وصحيح أو غير مباشرة كمان بين قوسين أن تكون العملية الانتخابية جادة وحقيقية وأنا على عهدي معكم لم ولن أشارك في هزل ولكن قبل الموعد المعلن لوصول الطنطاوي بيومين قال الناشط الحقوقي حسام بهجة والمحامي خالد علي إنه تم القبض على اثنين من أقارب أحمد الطنطاوي وهما عمه وخاله في مدينة كفر الشيخ شمالية مصر بعد اختفائهما قصرياً وتم التحقيق معهما إلى جانب عشرة آخرين من أصدقائه طيب ما هي التهم؟ التهم أو التهم عمه بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة سبعين منشوراً أما خاله فاتهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وحيازة عشرين شمروخاً ومنشوراً وتنوعات التهم الموجهة للآخرين بين الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة المنشورات والأسلحة أيضاً تواصلنا في بي بي سي مع أحمد الطنطاوي ولكنه اعتذر عن الحديث إلينا وقال إنه يستعد للسفر كما تواصلنا مع المحامي خالد علي الذي رفض الحديث معنا كذلك لكن الطنطاوي كان قد نشر فيديو على صفحته يعلق على التحقيق مع أصدقائه وأقاربه ويقول إنها ليست المرة الأولى التي يتم القبض فيها على مناصرين له السلوك المنفلت من القانون والمتحلل من الأخلاق للمرة الثالثة والمراضي تجاه عمي وخالي ومجموعة من أصدقائي القريبين وآخرين شملتهم التحقيقات يقال إنهم من أنصاري اللافت في هذه الحادثة أنها تأتي بعد أيام قليلة من انعقاد جلسات الحوار الوطني الأربعاء الماضي الذي كان قد دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمشاركة أحزاب سياسية مختلفة وقال عمرو موسى وزير الخارجية السابق في الجلسة الافتتاحية إن الأوانة قد حان للتعامل المباشر والفوري والشامل مع ملف الحفص الاحتياطي من أجل إغلاقه نهائيا أما على مواقع التواصل الاجتماعي فانهالت طبعا التغريدات بشأن هذا الموضوع فهنا علي سنبول يقول دعوة للحوار الوطني في الأمن الوطني أما هشام قاسم فيقول أخطأ الأستاذ أحمد الطنطاوي حينما أعلن عن عودته يوم السادس من مايو من الخارج للترشح للرئاسة قبل موعدها بعام كامل وحسب معلوماتي لم يكن من المنتظر استقبال جماهري له عند الوصول ربما أعد التظاهر السياسية محدودة من بعض أعضاء حزبه وأنصاره فقط وإذ فجأة ضابط بناء الذكاء يقرر القبض على عدد من أقاربه وأنصاره ويذكر من نسف بموعد عودته فيزيد من مستقبليه ومتابعي إعلان ترشحه أما محمد عبدالقادر فيقول أخيرا عندنا ثقة أو ثقة في أجهزتنا الأمنية وحياديتها لو ما فيش عليهم حاجة ضد القانون هيطلعوا القانون قانون يسري على الكل شكرا جزيلا لمشاهدتكم ترندي سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها